هنا لدينا متحف في ليفت أرنت ميوزيوم دائما أشوف الناس يصوروه في النت بس أول مرة أجي فنشوف ها نذهب والله شكله يفجع كأنه حقيقي هو يحرك راسه زي كده أطوال الرجل في العالم المفروض حيوقف بعد شوية بديت أشوك إنه لعبة قاعد ينظرني هذي أصغر غرفة الديسكو في العالم بـ 2 يورو فخنجرب الديسكو طيب لحد يشتغل الديسكو إذا قفلت الباب آه في هنا سكرين ونختارها غاني قطعم الفلة ما فيش يا أنمي بالغلط بالغلط اخترت ما أدريش أعطين هنا كرة الديسكو في هذه بس ما اشتغلت باباي اللي يأكل سبانخ بالسجارة الحقيقة هولك بحشوفهم سوينه باش مخلين فمه يتحرك بالبرج يكتر حلام العصر أكتوب إنه العنكبوت يقدر يكبر بدون ما يأكل لمدة سنتين أو يشرب ماء لمدة ثلاثة شهور علامات الجمال عند بعض القبائل بدل العشبية في ببجي هذه المفروض إنها قطعة حقيقية يعني من جدار برلين اللي قسموا بعد الحرب العالمية الثانية مدرمتها المهم هذه توقع أكثر عمراء عندها تاتو شي زي كده مية بالمية من جسمها مغطة بالتاتو حطين طريقين سكيري روت و تشيكي روت فطبعا حنروح من المرعب هذه ظهر إنها كانت تستخدم للتعذيب أو شي زي كده هذه برضو عساس من طرق التعذيب يحطوا خشبة ثقيلة عليه ويحطوا له صحن رز هنا عساس يقدر يشوفه ويشوم ريحته بس ما يقدر يوصل له خانشوه هش فيه هنا علاوي حبيب قلبي أبو حسين هذا اللي عنده أطول أظافر في العالم يع 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 أنا أكره الناس اللي يطولوا أظافرهم بشكل طبيعي هذا بالنسبة لي في قاع البلاك لست هذه أظافر الحقيقية قصوها وحطوها هنا هذول الثلاثة اللي فوق واللي تحت الاثنين الحقيقية منها موجودة في متحف نيويورك هذا اللي بيحول نفسه من الزواحف من غير التاتو ومسوي هذا اللي فوجهه وقاص لسانه وحاد أسنانه ومسوي هذي بعد حقة الإيمو هذا حجم أكبر يد في العالم يقدر يشيل في يده درزا من البيض حجمة مقارنة بيدي بعض الحيوانات بأجزاء إضافية هذه هنا غرفة صراخ طيب وحاطين ما أدري درجات الصوت ولا علو الصوت ما أدري إيش هذا الوحدة بالضبط بس حاطيني يعني بعلو أي صوت من المخلوقات تقريبا فخنجرب ما يحتاج يا جماعة تعرفوا إيش رح نقول هذا أسمن شخص في العالم وزنه 635 كيلو هذا أطول شخص في العالم طوله مترين واثنين وسبعين سانتي لعبة تصويب بواحد يورو أقدر أصوب بيد واحدة شوف شوف قاعد العرب طبعا بقي لي 7 شوت بس شوفوا إذا اطرفت على ورق الحمام كل هذا الصوت 10 او 3 هذي لو فرقتوا هذي ممكن الصورة تصير بسرعة أو بسرعة كان شوفت اليابان لقم شوية هذة لا مو اليابان لقد قاعدت شوية هذول الي يلبسوا شوز ضيق وثلاثة فستان بأعواد الآذان غريبة ما حتفكر يسويها في اليوتيوب الان هذا الفستان اللي هنا مسوينه من السكتلز وهذا اللي فوق من حلاوة المصاص هذه اللي هنا الأوراق حقتها اللي هنا الأعواد وهناك في حلاويات فوق حطينا الحلاوة دي نفسها أكبر سجارة في العالم راسي يوصل هنا لترلي أطول مني هنا في إبرة طيب وهذاكها الراس حقها تحت المايكروسكوب ما أدري مواضحة في التصوير مرة بس إنها تمثال حرية وهذا الثاني نفس الشاي في الإبرة جسر هذا حلوة الأميرة والوحش والله ما عليش وين ما أحس إنها يعني قابلة للقيادة قودين ومقعدين وفي هذه فقتل التحريك منها اثنين بعد هذه صورة لي فان كوخ بس إنها على التوست مكونة من 63 قطعة من التوست من قريب ما أدري بانو ولا بس إنها توستات هذه كانت زي النحتة على الإبرة هنا حاطين على حجر هنا داخل الفم هذا حاطين ألماسة بس إذا دخلت يدكم ما تقدر توصلوا لهم يترى دخلت يدي للأخير ما قدر ألماسها ترى أظهر لنا صورة أو شي هذا الشخص عنده أطول خشم في العالم من بعد أسوبه طبعا هنا حاطين جرات وكل واحدة عليها عالم دولة في اليابان هنا وطبعا في السعودية كفوا في الواجهة بعد تعرف يا جماعة تعودنا الحمام الموجود في المكان المفروض يكون يعني ما هو حمام اعتيادي خلاص وكذا لا نقل ودعا إلى متحف بليبت أورنات ولكن إلى لقاء آخر من أمينوشماوا أتكين متحف الشمعة معروف حتى موجود حول العالم في أماكن كثيرة عند الباب حاطين ميسي اللي ما جاء السعودية مالت عليه هذا حق توالايت ولا مرا شكله تغير هذا اللي من فرند أوه هو هو مفروض مفروض هذا ليس لك فعل ملكة الاستايلات الغريبة سرق كل الأضواء في الفترة الأخيرة جوني ديب مدرب حطينا التاتو حق ويتحرك بالبروجيكتور فرنسس فيونا من فيلم شريك وحطينا هنا جينجير هل حطينا هنا فستان يشبه فستانة عشان إذا تبغوا تسوي معها نفس الفوز شارلي تشافلين حق الأفلام الصامتة حطينا هنا مكان فيقدروا تقلدوا فيه مشيته عساس أنكم في فيلم من ما أدري أي حقبة زمنية ما توقعت أنه فيه أشياء ممكن تتحرك بس هذا عينه تغمز المدخل سماعات فأكيد أنهم مشاعير في عالم الموسيقى هذه والله حسبتها واحدة قاعدت تتصور مع اللي هنا طلعت معهم هي بعد جمع بعض المغنيين إيت شيرين إن شاء الله اسمه صح مايكل جاكسون أريانا جراندي بعض الرؤساء هذا يمديكم بتأخذوا سيلفي معه توقفوا هنا طيب وطالوا على الكاميرا بعدين تسووا سكان الورقة اللي يعطيكم إياه في بداية مدرش المهم يعني تتصوروا معا بعدين تأخذوا الصور تحت بس والله سائفة للبيع هنا المشاهير في عالم الفن بس هذا وش دخلوا معه طيب جدار وحطين بخاق تقدروا تكتب على جدار اللي يعرف هاد الكلمة يكتب معناتها في الكوميكس أوكي وصلنا قسمة للكوميكس والله ما أعرف من هذا بس النملة العملاق ذكرنا بفيلم أريتي هنا تحاولوا ترفع السيارة ما أدري زي هولك يمكن حنشوف أنت أرفع بيد واحدة ايو اوكي رفعتها هذا أصوب كذا النهاية يونيكلو ما أصدق إن حصلت يونيكلو في أمستردام طبعا اللي ما أعرف هاد محل مرة معروف في اليابان وأتوقع لي فروع يعني خارج اليابان كذا وكذا بس خنشوف حق أمستردام حق اليابان ولا لا وطبعا هذا أحسن قسم موجود عندهم يسوي كلابرايشب مع أنميات رهيبة ونفس اللي في اليابان هذي كانت موجودة وهذولي بعد كلهم كانوا موجودين آنيا بيناتس غسكي نينجين واكيراي آنيا بيناتس غسكي نينجين واكيراي بس مقاساتهم واسعة ترى يمكن الميديم زي الإكس لارج في اليابان محل بطات بشكل أحلام العصر بس خشب ما أدري صراحة مين اللي يفكروا الفكرة بس حظيا بطات بكل الأشكال والأنواع فيكينغز قناصر قناصر فيكينغز قراصنة كرة قدم هذول اللي هنا رهيبين سونيك والجوكر وهذا بعد كيكاتشو بطة كنقر بطة نمر بطة نحلة بطة لعظة البس بطة ماعز بطة بوذة بطة أبو الهول بطة باتمان بطة كاتومن حتى عرب موجود بطة مومياء بطة ليغو بطة ستار وورز بطة دكتور بطة ممرضة بطة جراح بطة دكتور أسنان